السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم طلاب الشهادة الاعدادية هنقدم لكم في السلسلة دي مجمل او كل كلمات الترم الاول مترتبين من اول A B C لغاية حرف Z طبعا دي الكلمات الموجودة عندنا في المنهج خدنا منها الجزء الاول لو ما شفتوش ارجع شوفوا فيديوهات قصيارة بنقدم فيها الكلمات بالنطق الصحيح بتاعها والترجمة من ملخص المعاصر ولو اول مرة شفنا على اليوتيوب اشترك معنا في القناة لايك للفيديو ويلا بينا نبدأ وشارك الفيديو مع غيرها النهاردة هناخد الكلمات بحرف B اول حاجة معنا في الكلمات Bad luck شرحنا قبل كده الحروف دي معناها ايه لو ما كنتش عرفها هنقولها على السريع الان هي اختصار نوين وناخد الحرف الاول من الاختصار يعني اسم Badly Adverb وده دي حال معناها حال يعني بشكل سيء Bakers معناها المخبز والاس بتيجي في نهاية الوظيفة بتضيف مكان العمل Bank معناها بنك او مصرف Battery Battery معناها بطارية هنا ده verb بدا متصرف Beat, beat, beaten Become, became, become Behave Behave معناها تصرف Behaviour يعني سلوك او تصرف Behind الادverb او preposition دي معناها حرف او حال حرف جر او حال Believe يعتقد او يظن Bored Boring الاثنين معناهم ملل او يشعر بالملل ولكن فيهم صفة ب-ed والتانية ب-ing هيجي وقتها في الفيديو وهنشرحها وده الفرق بين الصفات اللي هي منتهية ب-ed و-ing Borrow Borrow معناها يقترض او يستعير الشخص اللي بياخد حاجة Botanical Gardens حدائق نباتية Both Post دي بيقول لي دي من ضمن المحددات Determinal او pronoun يعني ضمير Brain Brain معناها مخ وعندي كلمة brainstorm معناها يقوم بالعصف الزهني او التفكير بالعصف الزهني Brave معناها شجاع Adjective قلنا الحروف دي لها معاني لازم تكون فهمها وعارفها Break Break Broke Broken Breathe Breathe T-H-E تنطق Z معناها يتنفس ده الverb Bridge 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 كبري او جسر هنكمل مع بعض Below Below the adverb او preposition بمعناها اسفل Bench 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 معناها مقعد Billion هنلاحظ ان حرف الاو في كلمة billion لا تنطق ولكن هي شواء Billion Bin Bin هنا B-I-N-B As in book معناها صندوق او سلة Biography Biography معناها سيرة ذاتية British British معناها بريطاني ودي adjective صفة Broken Adjective معناها شيء مكسور Bubble فقاع او شيء منتفخ Builder دي معناها عامل بناء واخرها ER وهنعرف الحاجات دي مع بعض Business person رجل او سيدة اعمال لان كلمة person تطلق على الميل والفيميل على الرجل والمرأة باقي الكلمات في حرف البي Blind معناها كفيف يعني او فقد البصر Broadcast Broad School اه في عاجة اسمها Broadcast لكن هنا ناخد Boarding School Boarding School معناها مدرسة داخلية Boil Boil As in oil ال-O-I بتنطق OI فهنا الكلمة Boil Business عمل تجاري Business معناها عمل تجاري الكلمة اللي معانا بعدها But Conjunction معناها من ضمن الروابط برضو يعني عشان ما نطولش اوي في السلسلة دي هناخد معانا حروف حرف C مهم جدا انك تكون داخل على الترم وانت حافظ الكلمات بشكل كويس جدا Cafe Cafe دي كلمة اصلا اساسها فرنسي وهي مأخوزة من الكلمة حتى تلاقي الشرط اللي فوق ال-E دي بتخليها A معناها مقهى وهو المكان الذي نتقابل فيه في عندي كلمتان اسمها Coffee C-O-F-F-E-E دي معناها قهوة اللي هي المشروب Call Call as verb أو as noun معناها ينادي أو يتصل ولو استخدمناها اسم هتبقى مكالمة هاتفية Call back يعاود الاتصال Calmly جاي من كلمة come معناها هذا ال-L لا تنطق The adverb معناها بهدوء Camel حيوان الجمل Campaigner Campaigner الجي لا تنطق معناها ناشط أو مناضل سياسي Care As verb يعني لو استخدمها فعل يهتم ولو استخدمناها now إنها تبقى رعاية أو حرص Careful معناها حريص Carefully بحرص Carpet سجادة Castle T-Silent قلعة Catch الماضي منها coat والتالت منها coat ناحية الثانية طبعا هنا وصلنا لغاية هنا هنعلم عشان لما نطلع لفوق Coffee machine ادي كلمة coffee machine يعني اعلى لصنع القهوة Colorful ملون أو زهي Comfortable Comfortable هتلاقي حرف ال-R ده ما بيتنطقش في الكلمة Comment Comment معناها تعليق وتنطق Comment ولكن دي في اللهجة البريتش بنقولها O لكن American بنقول A ال-O ما بتنطقش أو بتكون مفتوحة Open mouth يبقى Comment معناها تعليق Common نفس الفكرة Common معناها شائع أو منتشر بتساوي famous Communicate ما نقول شي com Communicate اتصل أو يتواصل Community event مناسبة مجتمعية أو اجتماعية Community مجتمع Company شركة Compare يقارن Competition منافسة competitor متسابق أو منافس أوكي عزرا طبعا لسه لو انت مستمر معي فانا يعني بشكرك جدا وبفكرك باللايك بفكرك بس Cave معناها كهف Central مركزي جاي من كلمة center يعني في الوسط Century century تي يوت بتتنطقش century ده قرن وهو مدته مائة عام Certain certain حاجة محددة أو معينة challenge 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 مناها يتحدى أو تحدي يعني لو استخدمناها as verb أو as knowing champion بطل رياضي champions دي الكلمة على بعض أو معها الكلمة دي كده على بعض champions league بنسمحها كتير خصوصا لو انت بتشجع كورة اسمها دوري ابطال اوروبا change تغير أو يتغير character character شخصية ناحية تانية complain complain يشكو أو يتزمر complaint شكوى طبعا دي نوين منها complete يكمل adjective معناها شيء كامل والكمال لله عز وقال concert concert cert لو تفتكروا حرف c لما يكون معه e أو i أو y بننطقه c زي ما هو conclusion خلاصة أو خاتمة لشيء connect 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 بنقولش connect هي ن واحدة connect يوصل أو يربط contract contract معناها يتصل بشيء contest contest منافسة continue continue معناها مستمر ولو تفتكر كنا بنقول present continue past continue cool adjective معناها جيد أو هادئ الجزء الجزء الأخير معنا في حرف 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 c تمنى الفكرة تكون واضحة كده كويس طيب هنجيب الألم charge يشحن charity charity جمعية خيرية chess chess لعبة الشطرنج وبيقال اني اصولها هندية يعني اول من لعب بلاد فارس والهند ثم انتقلت للصين وبعدين قت مع الفتوحات الاسلانائيل مش لازم اقول لكم تفاصيل ولكن هي لعبة متعة جدا chinese يعني صيني او لغة صينية choice 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 اختيار as knowing الفعل يختار choose 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 city مدينة class مش class class clear climb climb تنتقش البي club coast ساحل cope يساير او يواكب او يواكه coronavirus ده طبعا virus corona ده كان بدأ في 19 اللي هو 2019 2019 عشان كده كان بيسموه covid 19 cough يسعل يسعل او يقح countryside الريف create يبتكر او يبدأ بلاش يخلق دي creative مبدأ هنا ممكن نوصف بيها فنقول الخالق وهو الله عز وجل creative cross يعبر cross words كلمات متقطعة customer زبون او عميل cyber bully ده هيكون لدرس مخصوص وهو الفرب بتاع يتنمر على شخص بعندي افعال bad افعال سيئة cyber bully متنمر الكترونيا ده الناون منها cyber bullying ده التنمر وده الاسم بنضيفه باضافة اي نجو وصلنا لغاية حرف الدي في الكلمات معنا في الصف او الشهادة العددية لو مهتم بالمحتوى لايك زي مولتلك اشترك معنا في القناة قل اصحابك عليها واشوفكم الفيديو القادم كان معكم مستر محمد وثمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته